الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد في لقاء جديد من لقاءات مواقيت الصلاة من كتاب مختصر صحيح لإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له نقرأ عددا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي من الضحى إلا في يومين يوم يقدم مكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين وكان يقول إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان قوله في هذا الحديث كان ابن عمر لا يصلي من الضحى يعني أنه لم يعتد أن يصلي ثنة الضحى في كل يوم ومثل هذا أيضا أثر مرفوعا من حديث عائشة ولكن لا يدل هذا على عدم مشروعية الاستمرار على صلاة الضحى وقد جاء في حديث أبي الدرداء حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيهم بأن يصلوا الضحى من كل يوم وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلام من ابن آدم صدقة كل يوم فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ولذا فإن الأظهر مشروعية الاستمرار على صلاة الضحى واستحباب ذلك واستحباب الإتيام بها في كل يوم هناك من قال بأن من كان يصلي بالليل كفته صلاته بالليل عن صلاة الضحى إلا أن يكون لم يصلي في ليله فيصلي من الضحى ولكن كما تقدم ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الترغيب في سنة الضحى وفي هذا الحديث ذكر الطواف بالبيت في الضحى وفيه استحباب أن يقدم لإنسان الطواف عند أول قدومه لمسجد الكعبة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتحرى أن يدخل مكة في الضحى وقوله ثم يصلي ركعتين خلف المقام فيه استحباب سنة الطواف وأنها تكون في أي وقت يطوف الإنسان فيه وفي الحديث ذكر مسجد قبا واستحباب الإتيان إليه وتخصيص يوم السبت بزيارة هذا المسجد ضحى وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل مسجد استحب له أن يصلي فيه ركعتين وفي الحديث أن إتيان مسجد قبا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة ماشية ومرة راكبة وفي الحديث من الفوائد تقليد الإنسان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا قال ابن عمر إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون في بعض الروايات إنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون وفي هذا الحديث أيضا أن الأصل في الأوقات جواز التنفل بالصلاة فيها إلا الأوقات التي ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وفي الحديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس فإذا بدى حاجب الشمس جاء وقت نهي مغلظ لا تفعل فيه شيء من الصلوات حتى ذوات الأسباب وفيه أيضا أنه إذا بدأت الشمس بالغروب وتضيفت لذلك فإنه يشدد في النهي عن الصلاة في هذا الوقت حتى تغرب الشمس ولذا قال فإذا طلع حاجب الشمس فآخر الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فآخر الصلاة حتى تغيب وفي هذا الحديث النهي عن التشبه بحال أهل الكفر والشرك ومن ذلك ما كانوا يفعلونه من تحر الصلوات عند طلوع الشمس وعند غروبها قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع بين قرني شيطان وفي الحديث تحذير من مقارنة الشياطين أو فعل ما قد يكون عبادة تقارن وجودهم وحضورهم وفي الحديث أيضا بيان جواز التنفّل بعد غروب الشمس كما قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي تخصيص مسجد قبا بالزيارة تكرار ذلك دليل على عدم مشروعية زيارة المواطن الأخرى في المدينة التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب لله بزيارتها أرسل الله إليكم قال عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها يعني الركعتين بعد العصر هذا الحديث فيه النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر والوقت الذي يكون بعد العصر هو وقت نهي تفعل فيه ذوات الأسباب ولكن لا تفعل فيه النوافل المطلقة فإنه وقت نهي موسع والوقت الذي يبدأ فيه النهي هو وقت أداء صلاة العصر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس شغلوه عن سنة الظهر فلم يتمكن من فعلها إلا بعد العصر والسنن الرواتب يشرع قضاؤها إذا فاتت ولو في أوقات النهي الموسع ومن ذلك بعد صلاة العصر قبل تضيف الشمس للغروب ومثل هذا أيضا بعد صلاة الفجر فإن بعد الفجر وقت نهي موسع ومن ثم جاز للإنسان أن يصلي فيه سنة الفجر وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل فعلا شرع له المداومة عليه وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فالحكم الأول وهو قضاء السنن الراتب بعد العصر مشروع للأمة وأما المداومة على ذلك فإنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث فضل معاوية رضي الله عنه وتأكيد صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصه رضي الله عنه على الاكتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادته لله جل وعلا وفي الحديث أيضا فائدة وهي أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولم يمكن الجمع بينهما فإننا نقدم القول فإنه بالقول نهى عن الصلاة بعد العصر والفعل كان يصلي بعد العصر وقاعد أن الأفعال تحتمل القصوص أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم ولذا عند التعارض بين الأقوال والأفعال وعدم إمكانية الجمع وعدم معرفة التاريخ فإنه ترجح الأقوال على الأفعال حسن الله إليكم قال رحمه الله نائشة رضي الله عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر والذي ذهب به ما تركهما وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم وقالت صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة صلى ثماني ركعات يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن ولا طولهن ثم يصلي ثلاثا ركعتين جالسا فيسجد الشجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه وإن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي أو يقرأ في شيء من صلاة الليل قاعدا قدت حتى أسن وكبر وكثور لحمه فكان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس حتى إذا بقي عليه من الصورة نحو من ثلاثين أو أربعين آية وأراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع ثم سجد ويفعل في الركعة الثانية مثل ذلك وما ألفاه السحر عندي إلا نائما قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال فقال يا عائشة إن عيني يتنامان ولا ينام قلبي وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح بعد أن يستبين الفجر وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب ولم يكن يدعهما أبدا ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتين الفجر فإذا قضى صلاته نظرا فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطج على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالإقامة الصلاة وكل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى ويتره إلى السحر فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتها الفجر وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبح سبحة الضحاقط وإني لأسبحهما وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغدا قال مسروق سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت متى كان يقوم قالت إذا سمع الصارخ فقام فصلى وسألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتين الفجر وقال الأسود سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب وإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج حديث عائشة فيه أطراف قد جمعت في موطن واحد ببعضها ببعضها الآخر وفيه عدد من الأحكام والفوائد فأول تلك الفوائد ما يتعلق بالركعتين بعد صلاة العصر وقد كانت عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليهما وقد جاء في حديث أم سلمة في مسند أحمد ما يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حينئذ يقال بأن قضاء السنن الرواتب في وقت النهي الموسع جائز بل مشروع والاستمرار على هذا العمل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولذا أخبرت عائشة استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في فعل هاتين الركعتين وفي الحديث التأكيد على ركعة الفجر سنة الفجر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعهما في حضر ولا سفر وقولها والذي ذهب به هذا قسم من عائشة رضي الله عنها تقسم بالله جل وعلا وفي الحديث أيضا بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقل في آخر عمره قد عاش صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين سنة إلا أن الله عز وجل قد جعل في هذا العمر البركة العظيمة حتى لا زالت أثاره على العالم أجمع إلى يومنا الحاضر بل إلى قيام الساعة وفي الحديث أن المرأة عندما يكون ثقيلا في بدنه لا يدل ذلك على نقصان درجته عند الله جل وعلا فالله قد يقدر الأمراض على أنبيائه عليهم السلام مع عظم أجرهم وفي الحديث جواز صلاة النوافل قاعدا وعدم لزوم القيام في صلاة النافلة وقولها وكان يصلي كثيرا من صلاته يعني النافلة وقولها وكان يصليهما ولا يصليهما في المسجد فيه استحباب أداء السنن الرواتب والنوافل في البيوت وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وفي الحديث شفقت النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حيث لم يكن يصلي هاتين الركعتين أمام الناس خشة من أن يقتدوا به فيفرض عليهم وكان صلى الله عليه وسلم يحب التخفيف على أمته وفي هذا الحديث أيضا ذكر مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل ما يدل على فضيلة قيام الليل وعظم أجر الصلاة التي تكون في الليل ومن ذلك قيام شهر رمضان وفي الحديث أيضا الحرث على صلاة الليل وإكثار النوافل من الليل وذلك على سبيل الاستحباب وفي الحديث بيان عدد الركعات التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل قد روت عائشة أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة وروا ابن عباس أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة وحينئذ استحب كثير من أهل العلم أن تكون صلاة الليل بإحدى عشرة ركعة ولكن ذلك في من كان يماثل النبي صلى الله عليه وسلم في مقدار صلاته ومن كان يطيل الصلاة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المتأكد في حاله المستحب أن يفعل كرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الحديث المنع من صلاة الليل بأكثر من ذلك قد ورد في حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة وفي الحديث مشروعية قيام شهر رمضان كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وفي الحديث أيضا عدم تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لشهر رمضان بالقيام وصلاة الليل فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في جميع ليالي السنة إلا ما كان عنده عذر فيها وقولها هنا يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن اشتدل به الشافعية على جواز أن تكون صلاة الليل بأربع ركعات بتسليمة واحدة والجمهور يخالفونهم في ذلك ويرون أن صلاة الليل لا تكون إلا بركعتين وكثير منهم أبطل صلاة الليل التي تكون بأكثر من ذلك استدلوا عليه بحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وقالوا عن حديث الباب بأن المراد به أنه كان يصلي أربع ركعات بسلامين ثم بعد ذلك ينتظر وقتا فيصلي الأربع الأخرى وليس معناها أنه كان يصل الأربع الركعات فيصليها بدون سلام في أثنائها وإنما المراد أنه كان يقرن بين الأربع الأول والأربع الأخر حديث محتمل حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى أصرح من هذا الخبر وفي الحديث طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وحسن صلاته فيها وفي الحديث مشروعية أداء صلاة الوتر بثلاث ركعات كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل وفي الحديث مشروعية طول السجود في صلاة الليل كما قالت هنا فيسجد السجد من ذلك قدر ما يقرأ وحدكم خمسين آية وفي الحديث أيضا أن من صلى قاعدا ثم وجد سلامة في بدنه وقدرة على القيام فإنه لا بأس أن يقوم في أثناء صلاته وفي الحديث أيضا من الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل وطول صلاته في الليل قال حتى تتفطر قدمه وفي الحديث سؤال الفاضل عن أسباب ما يقوم به من عبادات من أجل أن يقتدى به وفي الحديث التذكير بقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وفي الحديث فضل الشكر لله على نعمه وعظم أجر ذلك وفي الحديث أن قيام الليل من شكر الله جل وعلا على نعمه وفي الحديث من الفوائد أن أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للليل أنه كان يصليها قائمة إلا أنه لما أسن وأصبح كبيرا كثيرا لحم أصبح يصلي جالسا حتى لا يبقى إلا اليسير من القراءة فيقوم وفي الحديث جوازوا أن يبتدي لإنسان صلاته النافلة قاعدا ثم يقف في أثنائها وفي الحديث من الفوائد أيضا أن من كان يريد أن يقف في أثناء قيامه سحب له أن يخصص عددا من الآيات ليقرأها أثناء قيامه وفي الحديث مماثلة الركعة الثانية للركعة الأولى في صلاة الليل وفي الحديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم في السحر هو السدس الأخير من الليل وفي الحديث جواز أن ينام الإنسان قبل أن يوتر مع التأكيد على استحباب صلاة الويتر وفي الحديث خاصية النبي صلى الله عليه وسلم في كون عينه تنام بينما قلبه لا ينام وفي الحديث وفي الحديث ذكر الأذان لصلاة الفجر وقوله إذا سكت المؤذن بالأولى أي بأذان الفجر والمراد هنا الأذان الثاني في الحديث مشروعية تخفيف سنة الفجر وأنه لا يطال فيها وفي الحديث أن سنة الفجر تؤدى بين الأذان والإقامة وفي الحديث يطلاق اسم الصبح على صلاة الفجر وأن الصبح يبدأ من طلوع الفجر يبدأ من طلوع الفجر وفي الحديث استحباب تخفيف سنة الفجر وعدم إطالتها وفي الحديث قول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الركعتين حتى أقول هل قرأ بأمي الكتاب وفي الحديث تعاهد سنة الفجر والمواضبة عليها وفي الحديث بيانوا أن ركعتين الفجر من النوافل المستحبة وليس من الواجبات وفي هذا الحديث حديث الرجل مع أهل بيته ومناقشته ونجواه معهم في الليلة وفي الحديث فضل عائشة رضي الله عنها وفي الحديث جوازوا الحديث بعد سنة الفجر وفي الحديث بيانوا أن النوم قبل صلاة الفجر وبعد سنة الفجر ليس من الواجبات خلافا لبعض الظاهرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عائشة إذا كانت يقضى حتى يخرج للصلاة وإن كانت نائمة اضطجع على شقه الأيمن ما يدل على أنها إذا لم تكن نائمة لم يضطجع على شقه الأيمن وقد ورد حديث فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاضطجاع قبل الفجر ولكن هذا الحديث فيه علة والصواب أنه حديث فعلي أن النبي كان ينام حينئذ وأنه ليس حديثا قوليا وفي الحديث أيضا أن المؤذن إذا قام للصلاة يأتي لي الإمام فيؤذنه بذلك وفي الحديث استحباب النوم على الشق الأيمن وفي الحديث جواز فعلي صلاة الوتر في أي جزء من أجزاء الليل من بعد صلاة العشاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل ومن آخره ومن أوسطه وانتهى ويتره إلى السحر في هذا دلال على فضيلة السحر في أداء سنة الفجر وجمهوره على أن صلاة الوتر مستحبة وليست بواجبة خلافا للحنفية وفي الحديث انتظار الإقامة وفي الحديث أيضا بيان الساعات التي يجوز أن تفعل فيها صلاة الوتر وفي الحديث شفقت النبي صلى الله عليه وسلم بأمته حتى أنه كان يترك بعض الأعمال والعبادات مع محبته لفعلها هربا من أن تفرض تلك الأعمال على أمته وفي الحديث الكلام عن سنة الضحاء وقول عائشة ما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحاء قط قد تقدم معنا أن الصواب مشروعية الاستمرار على صلاة الضحاء وقولها وإني لا أسبحهما أي أصلي صلاة الضحاء وفي الحديث مشروعية فعل أربع ركعات قبل صلاة الظهر وقد ورد في بعض الأحاديث أن سنة الظهر القبلية تكون بركعتين بينما ورد في أخرى أنها تكون أربعة وحينئذ من ذكر الأربع فعنده زيادة ليست في حديث غيره وفي الحديث تأكيد على هذه الأربع التي قبل الظهر كمان الحديث يدل على تأكيد وكعتين الفجر وفي الحديث القصد في الأعمال دفعاً للملل والسآم من الأعمال الصالحة وفي الحديث استحباب المداومة على العمل اليسير القليل وفي الحديث بيان وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا سمع الصارخ يعني أديك حينما يرفع صوته ببيان قرب وقت الفجر قام فصلى وظاهر هذا أنه كان حينئذ يصلي صلاة الوتر وقولها أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سبع يعني سبع ركعات وتسع وإحدى عشرة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ذلك وبعضهم قال هي قيام الليل وبعضهم قال هي من الوتر وفي الحديث بيان طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في ليله فقد كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي ثم يضطجع قبل أذان المؤذن وفي الحديث المسارعة إلى إجابة النداء فإن المسارعة في ذلك فيها أجر عظيم وفي الحديث جماع الرجل أهله بعد صلاته لصلاة الليل وفي الحديث الاغتسال من الجنابة بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يعيننا على صلاة الليل وأن يسرها لنا وأن يقبلها منا وأن يجعلنا ممن فعلها إيمانا واحتسابا اللهم رزقنا السنة واتباع أهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما نسأله جل وعلا أن يتفضل علينا بأن يسر لنا المداومة على الأعمال الصالحة من النوافل نوافل الصلاة وغيرها كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يملأ قلوبهم من التقوى والإيمان وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم كما نسأله جل وعلا نوفق أولاة أمر هذه البلاد وأن يجزيهم خير الجزاء عما يقومون به من عمارة الحرمين الشريفين وتنظيم أداء النسك فيهما وسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع على الاستمرار في طريق الطاعة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين